اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن نقل لنا الدين من أناس ليسوا بثقات إذن الدين فيه شيء طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرى على دين خليله وطعن في الصحابة رضو الله عليهم لو تسأل أي إنسان الآن هل أنت من الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول لا هل أنت من المهاجرين الذين هاجروا من مكة للمدينة قبل فتح مكة يقول لا وتقول وأنا أشهد أنك لست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفل لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لست من المهاجرين واسم الأنصار لابد أن تقول ماذا تدعو وتترضى عن الصحابة رضو الله عليهم كيف هذا الكلام في الصحابة رضو الله عليهم كيف في من يتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقول بعض العلماء والله لو لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى قصة آدم في القرآن عليه الصلاة والسلام ما استطعنا أن نتكلم بكلمة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا تريد تصرع تاب الله عليه أبو البشر إخوانا لا يمكن أن نطعن في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف في من يطعن برب العالمين يخوانا الشرك مسب لله الذي ينادي الولي هذا يسب رب العالمين والله يجعل مع الله ند الذي يذبح للصنم يذبح للجن هذا يسب رب العالمين وما قدر الله حق قدره الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر ثم بعد هذا تصرف العبادة لغيره